في مصر هناك من يقدر الاكتهاد وهناك من يحارب كل مقتهد لأنه فاشل ولا يستطيع أن يصل إلى ما يصل إليه كل من يتمنى أن يقدم شيء من خلال العرق والعمل والجهد والعطاء تجد ناس بتحاول تلغي ناس وتشيلها من على الخريطة وربما يكونوا أقل بكثير من أنك أنت ترد عليهم أو تضعهم في حساباتك لأن من عوامل النجاح ألا ترى هؤلاء الفشلة وأنك أنت تركز لأنه أقصى أمني أن يأخذك إلى ملعبه ويجعلك تفقد تركيزك فتفقد صوابك فتجد الأمور مختلفة تماما ما حققه ملعب الشمس في أيام الأربع والخميس والجمعة خلال الفترة الماضية كان حديث الرأي العام المصري والعربي ربما تكون الدنيا على السوشيال ميديا ليس كما نحلم وما نتمنى ولكن الكل يعلم أن هذا البرنامج مشاهد بالملايين رضي من رضاء وأبى من أبى وهذا البرنامج يحظى بمصداقية بفضل الله عالية جدا وعندما دخلنا في قضية دور المحترفين به بكل أطرافه كنت حريص على أن أحفظ اللوائح وما تنص عليه حرفيا وأن أكون على مسافة واحدة وإن كان هوائي دائما مع التأوير وكنت واضح جدا أني لن نسمح بأن نعود إلى الوراء ولكن علينا أن ندرس حقوق الأندية بالشكل الذي يجعلنا نتقدم إلى الأمام للأسف الشديد ناس كتير بتحاول أنك تلغيك من على الخريطة وتلغيك من الوجود ولكن أنت بتعدي عليهم وتدوس عليهم وانت ماشي بنجاحك وجدك وااجدهادك ولكن الأسوأ من ده أن تلاقي ناس بدأت تهاجم بعض المسؤولين اللي طلعوا معنا في البرنامج علشان اختصونا بحوارات حصرية أو كلام معنا فقط وده ليس من باب العلاقة مع عبد الناصر زدان ولا الكلام ده كله لا من باب أن البرنامج أصبها حديث هذه الدرجة وبقي عبارة عن طبق وخلطة مختلفة كل الناس بتتفرج على دور الممتاز والدور الأوروبي والدوريات العالمية وتيجد حس بطبخة مختلفة مع ملعب الشمس ودور الدرجة التانية وان شاء الله موسم متميز معنا لأن احنا بنقدم شيء احنا المعلمين بتوقعه ومنفردين بيه تماما وبفضل الله مكملين في هذا الخطب بنتعامل باحترام وبأصلنا وطيبة وليس لدينا وقت في أن نرد على أحد على الشجاء كلامي عام جدا وكلامي واصل لهؤلاء وعايز أقول لهم إدوا نفسكم وقت إنكم تشتغلوا يمكن ربنا يكرمكم أفضل ما تسخروا وقتكم عشان تحربوا ناس نجحة انتوا أصلا لا في حساباتهم ولا في إدباقهم نحن نتعامل بطيبة قلب وبنقاء وبأمانة وحارصين في تجربتنا على تقوى الله وان احنا من روحش لأي يأتون مشاكل شخصية أو خلافات وبنتكلم في الأمور الخلافية من منطلق ان احنا بنجيب خبر أو بنجيب معلومة وسنظل على هذا النهج محترمين نتق الله جدا مؤمنين بمعايير المهنية التي حفظناها سواء التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام أو التي وضعتها نقابة الإعلاميين وسنظل على هذا النهج وربنا سبحانه وتعالى هو أولا وأخيرا من وراء هذا القصد يمكن فريق الإعداد كنا بنتكلم وفريق الإخراج ومع صديقين والسيد جمال أبو المكارم في الحدوتة دي انك انت الناس يريت ما تتعاملش باستهانة مع أي حد متسامح أو طيب لان ممكن يقول له وجهة آخر يضر ناس كتيرة جدا عندنا ملفات مهمة في هذه الحلقة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة